منتخبنا الوطني لمعسكر سبتمبر تحت قيادة بيتوريا جاءت كالتالي حرصة المرمة محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي خط الدفاع كريم فؤاد عمر جابر علي جبر أحمد حجازي محمد عبد المنعم أسامة جلال محمود حمد الوينش محمد حمدي أحمد أبو الفتوح وخط الوسط حمدي فتحي طريق حمد أيمن أشرف محمود حمادة إمام عشور إسلام عيسى أحمد سيد زيزو محمد إبراهيم الهجوم محمد صلاح عبد الرحمن مجدي أحمد حسن كوكا مروان حمدي مصطفى محمد عمر مرموش محمود حسن تريزيجي نرجع بقى كده للقايمة خط خط ونبدأ بحراستر مرمة كابتن أحمد صالح تبدو القصة الأبرز هي عدم تواجد محمد عواد شايف إزاي مركز حراستر مرمة في قائمة بيتوريا عواد مظلوم جدا طبعا حتى لو هو عشان مبارا بتاع نات الزمالك أو أو يعني لكن محدش بلاغه بكده محدش بلاغ نات الزمالك بكده اللي أنا عرف يعني لكن هل هو مدينين بالتوضيح يعني هو عواد ما كانش في القايمة وخرج هو ما كانش أساسا في القايمة فهل عشان مستوى كان كويس والناس متوقعا ينضم مدام ما ضمهوش مفروض يكلموه يقولون مفروض ده أحسن حارس في مصر السنة دي أمام واخد دوري واخد كيس وماشي بشكل كويس جدا جدا فالطبيع ده هيكون موجود في المنتخب لو مش موجود المطش ده بس وينضم بعد كده كان لازم فاكسي يروح له أن التواجد بتاعك مش موجود عشان كذا الحياة رسمية ده منتخب مصر مش هسيب اللعب نفسيا وكمان السوشيال ميديا والإعلام بقت الدنيا صعبة جدا جدا وأنا أعتقد أنه هو فنيا مش أنه هو تعتقد أنه فنيا أعتقد أنه فنيا طبعا ليه تعتقد كده لأن يعني مثلا الشناوي وإحمد الشناوي صبحي واخدين اتنين بعيبة اتنين حراس كبار جدا جدا لكن الاتنين حراس وكبار أعوض أعلى منهم السنة دي ومعهم حارس صغير اللي هو صبحي مع أنه مش صغير دلوقتي وبشتغل فنيا كبير طبعا لكن أعتقد أنه عوض لازم يكون متواجد بشكل أو بآخر خط الدفاع كمان فيه حد كمان يعني يعني ممكن جميل تزعل مني أبو جبل أبو جبل لو أنت بتكلم فنيا هو ناهي معاك كمنتخب وناهي بشكل صورة رائعة معاك إناش دعو بقى وراح فيه لماذا الناس تزعل منك إنك تقول أبو جبل أن أنت الفترة اللي فاتت كان فيها مشاكل عليه وهو كمان أدار الموضوع بشكل خاطئ شوية يعني أدار أعمال نفسه بشكل خاطئ في حتة أن أنا أروح سعودية أروح زمالك أمشي من زمالك وأرجع تاني تقادر البنك الآلي أنت استغربته على ما يبدو في بوست على الفيسبوك لما قلت أنت محتاج حد يدير لك أعمالك أعمالك طبعاً لأنه صعبان علي يصعب علي يصعب علي جداً ما يكون عندك موهبة يكون وصل لفورما عالية جداً جداً ومصر كلها كلمة علي في المنتخب في الفترة الأخيرة وكان رقم واحد في مصر ودلوقتي يعديك عواد يعدي عواد ويعدي الشناء ويعدي أحمد ويعدي كل الناس عواد بصبروا واجتهادوا لكن أنا صعب علي أبو جبل في الوقت ده لكن هو اللي عمل كده يعني هو اللي عمل كده تفكيروا اللي عمل كده خط الدفاع